أعطيكم العافي بنات وصلنا مع بعض عند وحدة تدوير المخلفات البيئية وهي الوحدة الثالثة كثير من الدول اتخذت إجراءات لإعادة تدوير المخلفات البيئية لأن هذه المخلفات البيئية لها أثر حقيقي على حياة الإنسان فتدوير المخلفات يقلل من أي مخاطر صحية قد تنتشر يحافظ على المظهر الحضاري للبلد بالإضافة إلى أن له مردود اقتصادي كبير لأي شخص يتخذه كمشروع في هذا الدرس سنحكي عن مفهوم التدوير عن أهمية التدوير عن المواد القابلة للتدوير بالنسبة لمفهوم التدوير بشكل عام بش بس تدوير المخلفات العضوية هو عبارة عن عملية استخدام المخلفات الموجودة في البيئة وإعادة تصنيعها مرة أخرى لإنتاج مواد جديدة يتم استخدامها بهيئة أخرى وبطريقة جديدة وبالتالي بنعمل على تقليل المخلفات والنفايات الصلبة والحصول على مادة جديدة أما المخلفات العضوية المخلفات العضوية رح نحكي عنها في الدرس الثاني بشكل أو سعوة بشكل أكبر أهمية تدوير المخلفات في البيئة بشكل عام لها أهمية كتير كبيرة فالتدوير بيعمل على خفض تكاليف التخلص من هذه النفايات إذا تم التخلص منها بصورة مباشرة الاستفادة من المواد الناتجة من عملية التدوير سواء كان في الطاقة أو في الزراعة أو في الصناعة الحد من تسرب المواد السامة التي تنتج بسبب تراكم هذه المخلفات وتتسرب أو تنتشر إلى المياه السطحية والجلسية على سطح الأرض وإيجاد فرص عمل جديدة للي بتخدم الشروع وتحقيق مردود مالي ومادي لهو بالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن الآن المواد القابلة للتدوير المواد القابلة للتدوير عندي هي كالتالي إما أن تكون مواد معدنية أو مخلفات أنشطة زراعية أو مواد عضوية غير قابلة للتحلل المواد المعدنية زي الألمنيوم والنحاس والحديد طبعاً بتم تدوير هذه المواد عن طريق صهرها، عن طريق إذابتها، عن طريق طلاءها، عن طريق أكسدتها أهم أسباب تلوث الأراضي الزراعية هذه المخلفات المعدنية وأيضاً تتسبب في تكاثر الحشرات والقوارض وبالتالي انتشار الأمراض المخلفات الزراعية أو مخلفات الأنشطة الزراعية تقسم إلى قسمين مخلفات الحيوانات والمخلفات النباتية مخلفات الحيوانات تعالج دائماً بطريقة التحليل الحيوي وتستخدم مرة أخرى كسماد للتربة أما المخلفات النباتية والمخلفات النباتية قد تنتج من بقايا تقليم الأشجار من أوراق الأشجار المتساقطة إلى آخر تستخدم لفرش الحضائر تبع الحيوانات أو لإنتاج الطاقة آخر إشي عندي وأخطر إشي المواد العضوية غير القابلة للتحلل تقسم أو من الأمثلة عليها المطاط والبلاستيك طبعاً هي غير قابلة للتحلل لأن الكائنات الحية لا تستطيع التخلص منها فهي تحتاج إلى كمية كبيرة من الأنزيمات لكي تتحلل ولفترة زمنية طويلة وتكمن خطورة هذه المواد العضوية الغير قابلة للتحلل زي البلاستيك مثلاً في أنها تحتوي على مواد سامة تقضي على هذه الكائنات الحية طبعاً هذا هو الدرس هون عنا سؤال السادس مهم جداً فسر كل مما يلي تستخدم مخلفات الحيوانات في تسميد التربة الزراعية لاحتواءها على تركيز عالية من المغذيات للنباتات وضع الفرشة في حضائر الحيوانات ليش بتم وضع الفرشة في حضائر الحيوانات لما نجهز حضائر الحيوانات وهذا أخذناه بالصف الرابع وموجود عنا هون لإعادة التذكير هاي موجود في صفحة 44 جوابه نظراً لأنه بتمنع تبخر الغازات الناتجة من روث الحيوانات الموجودة في الحضيرة وللاحتفاظ بمكوناتها لفترة زمنية أطول وعندي ضرورة الاهتمام بتدوير المخلفات نظراً لخطورة تراكم هذه المخلفات في البيئة والمحافظة على المظهر الحضاري للبلد والحصول على مردود اقتصادي سؤال خمسة كتير مهم قارني بين المخلفات الناتجة من الأنشطة الزراعية ولبلاستيك من حيث تأثيرها على البيئة ومدة بقاءها وكلفة إعادة التدوير هاي الجواب طبعاً المخلفات الأنشطة الزراعية تأثيرها على البيئة لا تشكل أي خطورة على البيئة إذا أعيدت إلى دورتها في الطبيعة أو إلى دورتها طبيعية عن طريق إعادة صناعة الأسمدة منها ونحكي عنه هذا بدرس المقبل البلاستيك قد يتسبب في القضاء على الكائنات الحية طبعاً مدة بقاءها المخلفات الزراعية قليلة مقارنة بالبلاستيك البلاستيك كبيرة كلفة إعادة تدويرها المخلفات الزراعية لا تحتاج إلى أي كلفة فهي قليلة تعتبر مقارنة بالبلاستيك ويعطيكم ألف عافية